بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدست الخامس والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويستحبه لمن ترك خيراً الوصية بخوص مالك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله هذا فيه بيان حكم وصيح وأنها مستحبة وليست واجبة لأن يوصي الإنسان بشيء من ماله يصرف بعد وفاته في سبيل البر مما يعينه هو وإنما تستحب الوصية لمن كان عنده مال كثير أما من ماله قليل فإنه لا تستحب له الوصية لأنها تضايق الورثة إذا كان المال قليلاً فإنها تضايق الورثة وقد يكونون محتاجين وفقراً فكونه يترك المال لهم يتوسعون به في حوائجهم أعظم أجراً من الوصية إنما الوصية تستحب في حق من عنده مال كثير قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً والمراد بالخير المال الكثير وكذلك إذا كان أقاربه محتاجين فإن ترك الوصية أفضل من أجل ألا تضايقهم وهم فقراً وكونه يترك لهم المال يستغنون به عن الناس ويرثون ويتوسعون به أفضل من أن يوصي ببعضه ويحرمهم منه لأنه هو يبحث عن الأجر والأجر في ورثته البقراء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنك أنتذر ورثتك أغنياً خير من أن تذرهم أو تدعهم كافأة من خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس عالة يعني فقراً يتكففون الناس يعني يطلبون ويسألون الناس فإذا توافرت الشروط لأن كان المال كثيراً ولم يكن ورثته فقراء فإنه يستحب أن يوصي بالخمس أو بالسدس أو بالربع وأكثر حد الثلث قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير فأكثر حد هو الثلث وإن نقص منه إلى الربع أو إلى الخمس فهو أفضل ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان أحسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير وقد أوصى أبو بكل الصديق رضي الله تعالى عنه بخمس مالك وهو أحرص الناس على اتباع السنة وعلى تحصيل الأجر فدل على أنه إذا نزلت عن الثلث فهو أفضل نعم ودليل استحبابها قوله سبحانه وتعالى فتب عليكم إذا حضر وحبث من الموت انترك خيراً وصية نسخ الوجوب وبقي الاستحباب وروابن عمر فتب عليكم معنى فرق وهذا في أول الإسلام كانت الوصية واجبة ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب نعم وروابن عمر رضي الله عنهما قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقول الله تعالى يا ابن آدم جعلت لك جعلت لك نصيباً من مالك حين أخذت بكضمك ليطهرك به وأوزكيك هذا حديث قدسي فيه أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على ابن آدم في أن ترك له بعض ماله يصيبه بعد موته من أجل أن ينفعه بعد موته فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ولم يمنعه من الوصية التي فيها أجر له نعم وقوله تعالى إن ترك خيراً الوصية الخير المال الكثير نعم فأما الفقير فلا يستحب له وصية الفقير الذي ليس عنده إلا مال قليل لا يستحب له وصية لأنه ليس عنده مال كثير يوصي منه نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمفهوم الآية وهي قوله إن ترك خيراً أي مالاً كثيراً فمفهومها أنه إن ترك مالاً قليلاً فلا تستحب له وصي نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس هذا دليل على أن ترك المال للورثة ولا يوصي أفضل إذا كانوا فقراء أما إن كانوا أغنية فلا بأس أنهم ليسوا بحاجة لكن إن كانوا فقراء فتركوا الوصية أفضل من أجل أن ينتفع ورثته بالمال نعم وقال عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول وورثته الفقراء ممن يعولهم ممن يعولهم فهم أولاء نعم وقال رجل لعائشة رضي الله عنها إن لي ثلاثة آلاف درها وأربعة أولاد أفألوصي فقالت اجعل الثلاثة للأربعة سأل هذا الرجل عائشة من الله تعالى عنها أن له ثلاثة آلاف درها وله أربعة أولاد هل يوصي فأفتته بالمنع وقالت اجعل الثلاثة للأربعة يعني لا توصي لأن الثلاثة قليلة والورثة بحاجة إليها نعم ولأن الله سبحانه وتعالى إنما كتب الوصية على من ترك خيرا فلما نسخ الوجوب بقي الاستخباب في بحل الوجوب لا يعجوه نعم واختلفوا في القدر الذي إذا ملك لا يستحب معه الوصية فروي عن أحمد رحمه الله من ترك دون الألف لا يستحب له الوصية وعن علي أربعة أربعمائة دينار التحديد ليس عليه دليل التحديد بألف أو أربعمائة ليس عليه دليل ولأن الأوقات تختلف الأوقات تختلف في بعض الأوقات تكون الألف كثيرة مال كثير وفي بعض الأوقات يكون المليون قليلا لأن بعض الأوقات مثل وقتنا هذا صارت النقود لا قيمة لها صارت النقود الكثيرة لا قيمة لها فالذي ليس عنده إلا مثلا مئة ألف لا يعتبر غنيا في هذا الوقت لا يعتبر له مال كثير بينما في الزمان السابق الذي عنده عشرة آلاف اعتبر غنيا لأن النقود تارة ترتفع وتارة تنخفض حسب الأوقات فالكثرة والقلة ترجع إلى العرف في كل وقت بحسب وترجع إلى غلاء النقود ورخصها حسب الأوقات نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما من ترك ستين دينار لم يترك خيرا وقال قاروس الخير أمانون دينار وقال النقعي ألف وخمسمائة هذا في وقتهم هذا في وقتهم وهذا يختلف اختلاف الأوقات نعم فصل ولأفضل أن لا يستوعب الثلث بالوصية نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير فهذا حث منه صلى الله عليه وسلم على النزول عن الثلث وجعل أعلى حد هو الثلث نعم لقوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير نعم وأكثرهم على استحباب الوصية بالخمس ورؤية عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس وقال رضيت بما رضي الله به لنفسه رضيت رضيت بما رضي الله به لنفسه بقوله تعالى وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس فالله رضي بالخمس أبو بكر استحب ذلك استئناسا بالآية الكريمة وهو من أحرص الناس على الخير وعلى اتباع السنة نعم وعن علي رضي الله عنه قال لا أن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع فدل على أن كل ما قلت الوصية كان أفضل لأن في ذلك توفيراً للمال على الورثة من بعده نعم وروا سعيد عن إبراهيم والحمد لله أن الإنسان له أجر الإنسان مأجور على ما يورث لورثته له في ذلك أجر إنك أن تذر ورثتك أغنية خير من أن تدعهم عالة يتكفرون الناس فدل على أن المورث مأجور على ما يتركه لورثته حتى ولو لم يوصي فإن الإرث فيه أجر له نعم ضروا سعيد عن إبراهيم قال كانوا يقولون صاحب الربع أفضل لصاحب الثلث وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع وعن وعن سعيد وروا سعيد عن إبراهيم سعيد يعني لعله سعيد بن منصور صاحب السنن عن إبراهيم يعني إبراهيم النفعي كانوا أي السلف إذا قال إبراهيم كانوا فهو يعني السلف نعم قال كانوا يقولون صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث وصاحب الخمس أفضل من صاحب الثلث يعني كل ما قلت الوصية فهو أفضل وكل ما كثرت فهو جائز إلى الثلث إلى الثلث هذا أكثر مقدار وما زاد عن الثلث فهو ممنوع إلا بفضل ورثة وعن العلا قال أوصى أبي أن أسأل العلماء أي الوصية أعدل فما تتابع عليه فهو وصية فتتابع على الخمس مسألة وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح وإن كان الآن السايد عند الناس والأكثر عند الناس هو الوصية بالثلث لأنهم لا يعرفون الأفضل ولا يبين لهم واجب على طلبة العلم على الذين يحضرون الموصين أن يحضرواهم عن التقليل وأن ينزلوا عن الثلث ما تجد الآن هو تكاد تجد أحدا يوصي بأقل من الثلث واجب بسبب الجهل بالسنة وتقليل بعضهم لبعض وسكوت طلبة العلم عن البيان والتوضيح للناس نعم مسألة وصية لحيا وصية تصح من كل من تصح حيبته يعني من جائز التصرف من جائز التصرف وهو البالغ الرشيد جائز التصرف هو البالغ الرشيد فلا تصح الوصية من الصبي ولا تصح من البالغ السفيه لأنهم لا يصح تصرفهم وكذلك التدبير تدبير معناه الإعتاق بعد الموت إذا قال إذا ميت فعبدي حر هذا يسمى مدبر لأنه علق عتقه بالموت وسمي هذا تدبيرا لأنه أوصابه في دبر حياته في دبر يعني بعد حياته نعم مسألة وتصح من الصبي العاقل نعم قال أبو بكر لا يختلف المذهب أن من له عشر سنين تصح وصيته من له عشر سنين فهو حري بالبلوغ وقد يبلغ بعضهم العشر سنين قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم للصلاة لسبع أضربوهم عليها لعشر ولا يضرب إلا من كان بالغا أو قريبا من البلوغ أما من دون العشر هذا لا تصح وصيته نعم قال أبو بكر لا يختلف المذهب أن من له عشر سنين تصح وصيته ومن له دون السبع لا تصح نعم وأما بين السبع والعشر على روايك قال ابن الإسحاء إذا بلغ إثنتي عشرة سنة وحكاه من منذر عن أحمد وروا شعبه أن صبيا من غسام له عشر سنين أوصى لأحواله فرفع ذلك إلى عمر فأجاز وصيته لأن ابن العشر إما بالغ وإما مقارب له لغة نعم ولا يعرف له مخالف وروا مالك في الموطأ أن عمر بن سليم أخبر أخبر أنه قيل لعمر بن الخطاب وروا مالك في الموطأ أن عمر بن سليم سليم أن عمر بن سليم أخبر أنه قيل لعمر بن الخطاب أخبر أخبر أنه قيل لعمر بن الخطاب إن هاهنا غلاماً يافعاً لم يحتنم من غسام ورثته بالشام وهو ذو مام وليس له هاهنا إلا ابنة عمر فقال عمر فليوصلها فأوصى لها بمال يطار له بئر حسم قال عمر فضعت ذلك المال بثلاثين ألفاً وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمر بن سليم نعم لأن بنت العمر من دولة أرحام ليست من الوردة من دولة أرحام ليست من الوردة نعم لأنها لو كانت من الوردة ما صحت الوصية له قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث نعم قال أبو بكر وكان الغلام ابن عشر أو اثنتين عشرة ولأن قال أبو بكر كان الغلام ابن عشر أو اثنتين عشرة ولأنه محظو نفع للصبي تصح منه كالصلاة لأن الوصية صدقة يحصل ثوابها له بعد استغنائه عن ملكه ولا للحقه ضرر بها في الدنيا بخلاف الهبة والعذق المنجز نعم فإنه يفوج من ماله ما هو محتاج إليه فإنه يفوج من ماله ما هو محتاج إليه فإذا ردت رجع إليه يعني أن الوصية تختلف عن العطية فابن عشر لا تصح عطيته ولا عتقه وأما وصيته فإنها تصح لأن الوصية ليست منجزة ويمكن يرجع فيها ويعدل عنها قبل أن يموت خلاف العطية فإنه إذا أعطى لزمت العطية فيحصل عليه الضرب أما الوصية لو أن الإنسان أوصى ثم بداله أن يتراجع فله ذلك لأن الوصية لا تلزم إلا بالموت أما ما دام الموصي حيا فله أن يتصرف وأن يرجع عن وصية نعم أسأله وتصح من المحجور عليه لسفة لأنه بمنزلة الصدي العاقل محجور عليه لسفة المراد بالسفيه الذي يبذل المال السفيه هو الذي يبذل المال ولا يحسن تصرف فيه فهذا يحجر عليه يعني يمنع من التصرف في ماله يحجر عليه الحاكم لأجل أن يحفظ ماله من الضياع وينفق عليه منه ينفق عليه منه ولكن لا يمكن من التصرف فيه ببيع ولا ولا هفة لأنه يضر بنفسه ربما يضيع المال هذا هو المحجور عليه لسفة وتصح منه الوصية لأن الوصية كما ذكرنا ليست منجزة لما هي معلقة بعد الموت وبإمكانها أن يتراجع عنها أو ربما يزول السفة قبل الموت فالوصية موسع فيها نعم قال أبو الخطار في وصيته وجهان أحدهما لا تصح لأنه محجور عليه في تصرفاته أشبه الهبة والثاني تصح لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله له وليس في وصيته إضاعة لماله لأنه إن عاش فهو له وإن مات لم يحتج إلى غير التواب وقد حصل له الوصية أوسع من العطية وأوسع من تبرعات الأخرى فيجوز له أن يوصي تصح وصيته وإن كان سفيها على وجه في المذاب والوجه الثاني المنع أنه يمنع من التصرف مطلقا بعطية أو وصية أو غير ذلك وهذا هو الظاهر لأنه محجور عليه فيمنع نعم مسألة وتصح لكل من تصح الهبة له من مسلم ودمي ومرتد وحربي من يجوز أن يوصى له من يجوز أن يوصي له هذا يسمى الموصى له الموصى له أو يصح أن يوصي لكل من تصح الهبة له من مسلم أو ذمني تصح الوصية للنصراني ولليهودي لأن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أوصت لآخ لها يهودي فكما أن الهبة تصح للكافر وكذلك الوصية تصح وأما المسلم هذا معروف نعم وتصح لكل من تصح الحباد له من مسلم ودمي ومرتد وحربي يعني لكل كافر تصح الوصية من المسلم لكل كافر كما لو أعطاه شيئاً من ماله جاهز ذلك يجوز أن يعطي الإنسان الكافر يعني يجوز أن يعطي المسلم الكافر شيئاً من ماله نعم ناسيماً إذا كان محتاجاً وأيضاً ربما يكون في هذا ترغيب له في الإسلام الإحسان الإحسان ما مفتوح الإحسان يجوز للمسلم أن يحسن حتى ولو على كافر إذا رعاه محتاجاً أو جائعاً أو عطشان يجوز له أن يحسن إليه لأن في هذا إنقاذاً له من الهلكة ولأنه يكون فيه ترغيب في الإسلام نعم ومرتد وحرضي نص عليه لأن هؤلاء لو وهبهم لصحت الهبة لهم فكذلك الوصية مسألة نعم وتصح للحمل إذا علم أنه كان موجوداً حين الوصية له يصحاً يوصي للحمل يقول لا ثلث مالي لحمل هذه المرأة أو لما في بطن هذه المرأة لكن بشرط أن يكون الحمل موجوداً حال الوصية يعني موجوداً في بطن أم أما لو قال هذه الوصية لمن تحمل به هذه المرأة لم تصح لأن الوصية لا تصح للمعدوم وصية لا تصح للمعدوم وإنما تصح للموجود ولو كان حملاً في بطن أمه لو قال وصية لحمل هذه المرأة صح ذلك نعم لأن الحمل يصح تمليكه لأن الحمل يصح تمليكه أما المعدوم فلا لو قال لما تحمل به هذه المرأة لم يصح ذلك لأنها ربما لا تحمل ربما أنها لا تحمل فتكون الوصية لا مستحق لها نعم لخلاف الحمل الموجود فإنه متحقق الوجود ويغلب على الظن أنه أن تضعه أمه وأن يعيش في أن تفع بهذه الوصية نعم إذا علم أنه كان موجوداً حين الوصية له لأن تضعه لأقل من ستة أشهر إن كانت ذات زوج أو سيدها يطاؤها المهم أنه حين الوصية موجود في بطن أمه ويعرف أنه موجود حين الوصية إذا وضعته لأقل من ستة أشهر من حين الوصية أما إن وضعته لستة أشهر فأكثر فإن الوصية لا تصح لأنه يحتمل أنه وجد بعد الوصية كانت الوصية لمعدوم ثم حملت بعد ذلك ولا تصح في هذه الحالة نعم ولأقل من أربع سنين إن لم تكن كذلك في أحد الوجهين نعم وفي الآخر لأقل من سنتين إن كانت توطى فيحدد بستة أشهر لأن أقل سن يعيش له الحمل ستة أشهر وإن كانت غير ذات زوج مطلقة أو متوفة عنها ويحامل فأن تضعه لأقل من أربع سنين لأن الحمل قد يتأخر في بطن أمه إلى أربع سنين أكثر مدة الحمل أربع سنين فإذا ولدته بدون أربع سنين تحققنا أنه كان موجودا حين صدور الوصية نعم ولا نعلم في الوصية للحمل خلافة لأنها أوسع من الميراث لأنها تصح للكافر والعب والحمل يرث فتصح الوصية له بطريق الأولى لو مات عن ورثة فيهم حمل فإن الحمل يرث الحمل يرث إذا صح ميراثه صحة الوصية له باب أولاد نعم يعني لو مات شخص وله أولاد وامراته حامل فإن هذا الحمل يرث منه ويكون له نصيب مع إخوته وإن كان حين الموت حامل في بطن أم نعم فإن وضعته ميتا فطلت الوصية لأنها لا مستحقة لها نعم احتمال أنه لم يكن حيا حينا وصية فلا تفض له الوصية بالشكل نعم وإن وضعته حيا صحة الوصية له إذا الحكمنا بوجوده حين الوصية نعم قال الخرقي إذا أتت به لأقل من ستة أشهر منذ تكلم بالوصية وليس ذلك مشترطا مطلقا لكن إن كانت فراشا لزوج أو لسيدها فأتت به لستة أشهر فما دونها علمنا وجوده حين الوصية وإن كان لأكثر منها لن تصح الوصية له لحشمال حبوثه بعد الوصية نعم وإن كانت بائنا فأتت به لأكثر من أربع سنين من حين الفرقة لن تصح الوصية وإن أتت به لأقل من ذلك صحة الوصية لأن الولد يعلن وجوده إن كان لستة أشهر فما دونه مثل الميراث تماما مثل الميراث تماما أتصح الوصية بشروط صحة الميراث نعم ويحكم بوجوده إذا أتت به لأقل من أربع سنين من خين الفرقة مسألة وتصح الوصية بكل ما فيه نفع مباح الموصابة انتهى من البحث في الموصالة انتقل إلى البحث في الموصابه الشيء الموصابة اشترط في الموصابة أن يكون مالا ينتفع به أن يكون مالا ينتفع به فإن أوصاله بشيء لا نفع فيه لم تصح الوصية وإن أوصاله بشيء يمكن الانتفاع به صحة الوصية به كالنقود والطعام واللباس والمساكن والمراكب كل ما يصح الانتفاع به تصح الوصية به وما لا يصح الانتفاع به لا تصح الوصية به كما لا أوصاله بخمر أو بآلات له هذه وصية باطلة لأن هذه الأشياء لا يجوز تمولها وتصح الوصية بكل ما فيه نفع مباح نفع مباح أما ما فيه نفع محرم فلا يتصح الوصية كالخمر والخنزير وآلات الله هذه كل نفعها محرم نعم بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم كلب الصيد فيه نفع مباح كلب الصيد لو كان عندك كلب صيد وأوصابه لشخص بعد موته صحة الوصية لأن كلب لكلب الصيد يصح الانتباع به ولا يسمى مالاً لكن يسمى مختصاً من المختصات من المختصات نام ككلب الصيد والغنم وما فيه كلب الغنم يعني اللي يحرس الغنم كلب الصيد وكلب الغنم كلب الصيد الذي يصاد به استعمل للصيد وكلب الغنم الذي اتخذ للحراسة حراسة الغنم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناء الكلب للصيد وللماشية وللزرع حراسة الزرع نعم وما فيه نفع من النجاسات كالزيت النجس لأنه يجوز اقتناءه والانتفاع به فجاز نقل اليد إليه بالوصية الزيت النجس لا يجوز لا يجوز أكله أو شربه أو الديهان به لكن يجوز أن يستصبح به يستصبح به بمعنى أن يجعل فيه شيء ويسرج يشعل منه فتيلة تسرج على الناس في غير المساجد الزيت النجس ما يسرج في المساجد وإنما يسرج في المنازل أو في الشوارع المساجد فلا يسرج فيها بشيء نجس الودك مثلا الودك النجس كودك الميتة مثلا يسرج به يعني يجعل فيه فتيل يسرج به في المنازل أو في لا بأس أما أكله واستعماله بغير ذلك فلا يجوز أنه حرام أو كذلك بيعه ما يجوز ولا أكل ثمنه نعم أما الاستصباح بأنه يجوز بذلك نعم أسأله ما تصح بالمعدوم كالذي تحمل آمته أو شجرته يصح أن يوصي بشيء معدوم وتوقع حصوله كان يقول ما تحمل به هذه الدابة فهو وصية لفلان لا بأس بذلك إن حصل حمل أخذه المصالة وما حصل شيء ما صار شيء تصح الوصية بالمعدوم الذي يتوقع وجوده أو يقول ما تحمل به هذه النخيل فإنه لفلان يصح وإن كان حين الوصية غير موجود أنه يتوقع حصوله نعم لأن المعدوم يجوز أن يملك بالسلم والمساقات فجاز أن يملك بالوصية المعدوم يصح العقد عليه في السلم كان يقول هذه مئة ريال سلم لي يبدلها خمسين كيلو من التمر حين العقد ما فيه تمر لكن المخيل تحمل و يحصل فيها ثمرة في المستقبل فالسلم يصح بالمعدوم فكذلك الوصية تصح بالمعدوم تصح بالمعدوم نعم مسألة وتصح بما لا يقدر على تسليمه فالطير في الهواء يقدر بما لا يقدر على تسليمه فالطير في الهواء لو كان عنده حمام مثلا أو سقر يصيد به والطيور طائر في الجو ما يدري يحصل أو ما يحصل يدري ترجع أو ما ترجع يصح أن يصيبها يقول إن جاءت هذه الطيور فهي لك فهي وصية وإن كان بيعها لا يصح كما سبق لا يصح بيع الشارد ولا الآبق ولا الطير في الهواء البيع لا يصح على ما لا يقدر على تسليمه لكن الوصية تصح لأن باب الوصية أسهل إن جاءت أخذها الموصالة وإن لم تأتي فإنه لم يبقى للوصية محل نعم وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء واللبن في الضرب السمك في الماء لو كان معه سمك يملكه في حوزته ثم أطلقه في الماء وغاص في الماء يتوقع أنه يجي أنه يطفى أو أنه يغاص عليه ويطلعه متوقع الحصول وإن كان يحتمل أنه يذهب ويروح يحتمل فالسمك في الماء لا يجوز بيعه كما سبق لأنه غير مقدور على تسليمه في الحال ولكن الوصية تصح به لأن الوصية أوسع لأنها تبرع والتبرع أوسع من من البيع والمعاوضة نعم واللبن في الضرع يصح أن يصيب اللبن في الضرع يقول اللبن اللي في ضرع هذه الناقة لك أو في ضرع هذه الشات أو البقرة لك وإن كان مجهولا البيع لا يصح ما يجوز أنه يبيع اللبن في الضرع لأنه مجهول خلاف الوصية تصح بالمجهول اللبن في الضرع مجهول تصح الوصية به لأن الوصية هسح من المعاوضة نعم لأن الموصال يخلف الموصي في الموصى به فخلافة الورثة في باقي المال والوارد يخلفه في هذه الأشياء كذلك الموصال أن هذه الأشياء أيضا تورث اللبن في الضرع يورث السمك في الماء يورث طير في الهواء يورث لكل الورثة فكذلك الوصية نعم مسألة وتصح بما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها نعم وتصح بما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها كما تصح بحمل أمته أو شجرة يعني يوصي بمئة ريال له ووقت الوصية ما عنده مئة ريال لكن على أمل أنه يحصلها في المستقبل يصح هذا إن حصل عليها صحة الوصية وإن ما حصل عليها ما صار الوصية بحد أمرها واسع نعم فإن قدر عليها عند الموت لأن العبرة بالمآل والمستقبل نعم فاسأله وتصحه بغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاء لو كان له عدة بيوت مثلا عدة بيوت وقال أوصي لهلان بواحد من البيوت ولم يعينوا تصح الوصية والورثة يعطونه يعطون الموصالة واحد من هذه البيوت ونه واحدة من هذه البيوت هم اللي يعينون أو له عبيد له عدة عبيد وقال أوصي لهذا الشخص بعبد من عبيدي تصح الوصية والورثة يعطونه واحد من العبيد نعم وتصحه بغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاء لأنه يتناوله الاسم سواء كان صحيحا أو معيبا أو ذكرا أو ممتع كما لو أوصى له بحظا أو نصيب الخيار للورثة يعطونه ما شاء جيد ولا ما هو جيد لأنه يصح أن يسمى عبدا وإن كان فيه عيد يصح أن يسمى بيتا وإن كان البيت معين ويصح أن يسمى بعيرا وإن كان فيه شيء من العيد أو صالح ببعير أو عبد أو بيت ولم يعين فكل ما ينطبق عليه الاسم تصح فيه الوصية والتعيين يكون للورثة يعينون له ما شاء نعم وعنه يستحق واحدة للفرعة إذا خرج من الثلث وإن لا ملك منه بقدر الثلث هذه رواية ثانية رواية الأولى أن الخيار للورثة يعينون ما شاء أي شيء يصح عليه العسم تنطبق عليه الوصية ولو كان ولو كان فيه شيء من النقص والرواية الثانية أنه لا ما يعطى شيئا ناقصا لكن يعطى بالقرأ يقرأ على البيوت مثلا وأي بيت وقعت عليه القرأ يصير للموصالة أو العبيد يقرأ بينهم أي واحد منهم وقعت عليه القرأ استحقه الموصالة ولعل هذا أقرأ لأن القرأ فيها حل للمشتبهات وهذا مشتبه لأنه وصاله بعبد أو بيت أو بعير من جملة مسميات فصار مشتبها ولا يحل هذا الاشتباه إلا القرأ ولا يقطع النزاع إلا القرأ نعم لأنه يستحق واحدا غير معين وليس واحد بأولى من واحد نعم فوجب المصير إلى القرأ كما لو أعتق واحدا غير معين فإنه يخرج بالقرأ لو عنده عدة عبيد وقال واحد منهم عتيق كيف نخرج وهما عين في القرأ توضع القرأ ومن وقعت عليه القرأ يعتق نعم نسأله وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة أنا لو وصى بمثل نصيب أحد ورثته قال أنا أوصي لفلان أو أوصي في سبيل البعض بمثل نصيب واحد من ورثته فما الذي يحدد هذا يحدد بأقلهم نصيبا أقلهم نصيبا ويزاد على الفروض أو على المواريث نعم أعيد المسألة وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته أحد ورثته نعم فله مثل أقلهم نصيبا أقل ما يتناوله الإسم أقل ما يتناوله الإسم فلو كان لمثلا زوجة وبنت وبنت ابن وأخي شقيق فإنه يعطى مثل نصيب بنت الابن لأنها أقل لأن لها السدس السدس بنت الابن لها السدس فيأخذ أقل ما يأخذه وارث من الورث لأنه ينطبق عليه الإسم لأنه قال مثل ما لأحد ورثته وأقل نصيبا هو أحد ورثته نعم فلو خلف ابن وأربع زوجات صحة من اثنين وثلاثين سهم لكل بات سهم وللموصى له سهم يزاد عليها لو خلف ابن وأربع زوجات المسألة من ثمان هي أصلها الزوجات الثم واحد والباقي سبعة للابن ونصيب الزوجات منكسر من أربع والنصيب واحد تضرب أربعة بثمانية تطلع اثنين ثلاثين للزوجات منها أربعة على واحد وللابن ثمان وعشرين أربعة بسبعة ثمان وعشرين لا لأنها أصلها من ثمانية الصحة من ثلاثين نعم لكل امرأة سهم وللموصى له سهم لكل امرأة واحد من اثنين وثلاثين واحد على اثنين وثلاثين فالموصى لا يصير مثل واحدة منهم له واحد على اثنين وثلاثين نعم وللموصى له سهم يزاج عليها وتصير من ثلاثة وثلاثين سهم وزاد سهم الوصية على مصح المسألة على مصح المسألة فتصير من 33 للموصى له سهم ولكل امرأة سهم وما بقي فهو للإبن وإنما جعل له أقل عن صبائهم لأنه المتعين وما زاد مشكوك فيه ولو كان الورثة يتساون بالميراء كالبنين فله مثل نصيب أحدهم يزاد على الفريضة ولو كان ولو كان الورثة يتساون في الميراء كالبنين فله مثل نصيب أحدهم يزاد على الفريضة ويجعل كواحد منهم زاد فيهم لو كان وراها خمسة أبناء فالمسألة من عدد رؤوسهم من خمسة كل واحد واحد يزاد عليه الموصى لا يصير من ستة يصير له السدس نعم وأما إن كانوا يتفاضلون جعل له مثل ما لأقلهم نصيبا يزاد على الفريضة لما ذكرناه لو كان لمهانا ابنين وبنت ابنين وبنت صارت المسألة من خمسة لكل ابن اثنان وللبنت واحد يعني صار للبنت الخمس الموصى له ياخد الخمس يعطى الخمس مثل ما للبنت تكون المسألة من ستة يضاف إلى أصل المسألة نعم مسألة ولو خلف ثلاثة بني ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع فله الربع لذلك المسألة ثلاثة الورثة بدون وصية من ثمانية عشر وزدت عليها مثل نصيب ابن فصارت من ثلاثة وعشرين لأن له مثل نصيب ابن فزاد على الفريضة فكان له خمسة من ثلاثة وعشرين ولكل ابن خمسة وللأم ثلاثة البنون كم؟ البنون ثلاثة يعني أم لهم وثلاثة بني أم ثلاثة بني تكون المسألة من ستة للأم السدس واحد وللبنين الباقي خمسة وهم ثلاثة منكسف تضرب ثلاثة بستة فأطلع من ثمانية عشر للأم واحد في ثلاثة ثلاثة ولهم خمسة في ثلاثة خمسة عشر وهم ثلاثة على خمسة فصار لكل ابن ثلاثة والموصي قال له مثل واحد من الأبناء زيب ثلاثة على ثمانية عشر سل واحد عشرين واحد عشرين ساهم نعم مسألة ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسلس باقي المال جعلت صاحب سلس الباقي كذي فرض وصححتها كالتي قبلها وطريق ذلك بالنصيب أن نجعل المال كله ستة أسعو ونصيبا فندفع النصيب للموصى له به وندفع إلى الآخر سهما من ستة يبقى خمسة أسهم نقسمها على ثلاثة بني يخرج لكل ابن سهم وثلثة سهم في مساء الحساب المهم أن نعلم القاعدة والتطبيقات أمرها سهل نعم وذلك هو النصيب فيكون المال جميعه سبعة أسهم وثلثين نصيب نضربها في ثلاثة ليزول الكسر يكون ثلاثة وعشرين للموصى له بالنصيب خمسة وإن آخر سلس باقي المال ثلاثة يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة المهم أن نعرف للقاعدة وأما التطبيقات أمرها سهل نعم أربعة مساعد كل ما يشكل نعم نعم مسألة وإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلاث لا أعطنا باقي العقوبة الحساب مسألة نعم فإن وصى في نصيب خلنا من الوصية بالأنصب عرفنا قاعدة فيها نعم وإذا وصى إلى رجل نعم ثم أوصى إلى آخر فهما وصيّا الموصى إليه الموصى إليه انتهينا من الموصى له والموصى به ننتقل إلى الموصى إليه الموصى إليه من هو؟ الوكيل يعني الوكيل الموصى إليه هو الوكيل الذي ينفذ الوصية يسمى وكيل يسمى موصى إليه وقد أوصى يسمى الناظر أيضا يسمونه الناظر ناظر الوكيل قد أوصى عمر رضي الله عنه بنصيبه في خيبر وجعل الناظر عليه هو في حياته وبعد موته يكون الناظر عليه ابنته حفصا وكان هذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك فللموصى أن يقول الوصي فلان أو الوكيل أو الناظر فلان أو فلانة أو النظر لي مدة حياة يعني هذا في الوقف هذا في الوقف أما الوصية فيقول النظر لي لفلان أو لفلانة من الناس أو من أقاربه أو من أولاده الموصى إليه يشترط فيها أن يكون حسن التصرف يكون الموصى إليه أمينا يكون أمينا حسن التصرف سواء كان من الورثة أو من الأجانب سواء كان ذكرا أو أنثى يقوم على الوصية وينفذها بعد وفاة الموصي وله أن يجعل وصيا بعد وصي فيقول الوصي الوصي بعد فلان ومن بعده فلان ومن بعده فلان لا في مانع يجعل وصي بعد وصي ويجوز أن يقول وللوصي أن يوصي غيره أن يوكل غيره على نظره النظر لفلان ومن بعده على من يراه صالحا للنظر لا في مانع كل هذا نعم مسألة وإن وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر فهو بينهما ولا يكون رجوعا عن وصية الأول احتمال أن يكون ناسيا أو قاصدا للتشريك بينهما لو قال أوصيت بهذا البيت لفلان ابن فلان ثم بعد مدة قال أوصيت به لفلان آخر فهل هذا معناه أنه رجع عن الأول أو معناه أنه شرك بينهما يحتمل ومادام يحتمل فنجعله مشتركا بينهما بين الأول والأخير ما نقول أن الأخير ينسخ الأول إلا إذا نص على ذلك هو إذا قال تنازلت عن الأول أو هونت عن الأول فنعمل بذلك أما مادام سكت فهو يحتمل أنه أراد التشريك يحتمل أنه أراد التشريك فمادام يحتمل أنه أراد التشريك فإننا نشبعك بينهما ولو كانوا عشر أو عشرين لأنه يحتمل ما نبط الحق واحد بمجرد الاحتمال نعم الاحتمال أن يكون ناسيا أو قاصدا للتشريك بينهما فقد ثبتت وصية الأول يقينا فلا نبطلها بالشكل نعم إلا لو نص على هذا لو نص على أنه تراجع عن الأول عملنا بذلك ومثل هذا لو قال ثلث مالي فيه ضحية ثم بعد ذلك قال ثلث مالي فيه حجة بعد ذلك قال ثلث مالي يتصدق منه على الفقرة فإننا نجمع هذه الأمور كلها نجعل فيه ضحية وفيه حجة وفيه صدقة قال مثلا فيه فطر الصوان في رمضان ندخلها أيضا لأن كل هذه الأمور يحتمل أنه أرادها ما رجع عن الأولات بل أراد التشريك فما دام الاحتمال موجود نعمل به ولا نبطل الأول بمجرد الشك أنه تراجع نعم مسألة فإن قال ما وصيت به للأول فهو للتاني قطرت وصية الأول هذا تراجع صريح إذا قال ما وصيت به لفلان يكون لفلان هذا صريح بالتراجع عن الأول نعم لأنه صرح بالوجوع نعم مسألة أو قال ما جعلته ضحية يصير حجة ما جعلته ضحية يصير حجة هذا تراجع عن الضحية نعم مسألة ويجوز الرجوع في الوصية بإجماع منهم لأنها عطية الموسي الله هو أن يتراجع ما دام على قيد الحياة له أن يتراجع ويقتل الوصية لأنها لا تلزم إلا بالموت ما دام حي فله أن يتراجع عنها وأن يزيد فيها وأن ينقص منها وأن يغير فيها بحدود الشرع له ذلك ما يقال أنه وصى وخلاص لزمة الوصية لا نعم يجوز الرجوع في الوصية بإجماع منهم من العلماء يعني لأنها عطية تتنجز بالموت فجاز له الرجوع فيها قبل تنجزها لأنه ما دام حي ما لزمت وما دامت ما لزمت له الرجوع فيه نعم كهبت ما يختقر إلى القبض قبل تقبيضه نعم أصلا إذا بطلت الوصية أو بعضها إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة فلو بصى أن يشتري عبد زيد بمئة فيعتق فمات أو لم يبيع سيده فالمال للورثة إذا بطلت الوصية رجع المال للورثة مثلا أوصى بالثلث أو بالخمس أو بالسلث ثم بطلت الوصية لأمر ماء فإن المال المصاب يرجع للورثة وتكون الوصية كأنها لم توجد يرجع للورثة على مقدار مواريزه تكون الوصية كأنها لم توجد نعم وذلك أنه متى تعذر شرائه لامتناء سيده من بيعه أو لموته أو لكونه يعجز الثلث عن ثمنه أو أن المائة لا تبلغ ثمنه فالثمن للورثة لأن الوصية بطلت لتعذر العمل بما أمر به أشبه ما لو وصى لرجل فمات فمات الموصى له ترجع للورثة نعم ولا يلزمهم أن يشتروا عبدا آخر لأن الوصية لمعين فلا تصرف إلى غيره وأما إذا اشتروه بأقل فالباقي للورثة لأن المقصودة بالوصية عدفه وقد حصل مسألة من أقل ثلث مالي يشربه عبد ويعتق يشربه عبد ويعتق عبد معين يعني عبد معين عبد فلان وجدون عبد فلان أقل قيمته أقل مما أصابه هم يشترونه بثمانه والباقي يقتسمون على الميرار صار زايدا عن الوصية أما لو قال هذا المال يعتق به عبد من العبيد ولم يعين شخصا عبد معين فإنه يشربه عبد بقدر المال لو صار أكثر من ثمن واحد يشربه ثاني وإن كان أقل الباقي أقل يساهم فيه في عطق يساهم فيه في عطق لو قال هذا المال يعمر به مسجد فهذا المال يعمر به المسجد الفلاني فصار المال أكثر من عمار المسجد يعمر المسجد من المال والباقي يسرف في مسجد آخر وهكذا لأنه من جنس ما أوصابه نعم مسألة وإن وصى بمياه تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة حبيس يعني موقوف للجهاد الحبيس معناه الموقوف للجهاد وقال مئة هالريال تصرف على هالفرس الوقف الفرس مات مات الفرس وين تودى الفلوسها يش يقول وإن وصى بمياه تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة ترجع للورثة لأنه ما بقي لها مصرف مات الفرس المعين فترجع للورثة نعم وهذه المسألة كالتي قبلها وعلتها علتها ولو أنفق بعض المئة ثم مات الفرس فالباقي للورثة نعم كما لو وصى بشراء عبدين معينين فاشترى أحدهما ومات الآخر ومات الآخر قبل شرائه يرجع ثمنه إلى الورثة كذا ها هنا نعم مسألة وإن وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للمورثة لذلك ولو قال وإن وصى وإن وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج يعني عين الحاج عين الشخص وهذا الشخص ما حج عي قام أنا بحاج أنما أنا غصم حج قال أنا ما أنا بحاج وهو قال إنها الألف تعطى فلان يحج عني وفلان عي يحج الألف هذه ترجع للورثة لأنها لم يبقى لها محل فترجع للورثة نعم ولو قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج فإنه موصى لي به لم يعطى شيئا لأنه إنما أوصي له بالزيادة بشرط أن يحج فإذا لم يفعل لم يوجد الشر فلم يستحق شيئا نعم مسألة ولو مات الموصى له قبل موت الموصي رد إلى الورثة نعم ولو مات الموصى له قبل موت الموصي رد إلى الورثة لأن الوصية عطية بعد الموت نعم إذا أوصى لشخص لو مات الشخص قبل موت الموصي بطلت الوصية وكان ما تركه من المال كله للورثة لأنها بطلت في حياته فكانت كأنها غير موجودة من الأصل نعم لأن الوصية عطية بعد الموت فإذا صادفت حال العطية ميتا لم تصح كما لو وهب ميتا الله أصى له مسألة ويرد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت أيضا نعم ويرد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت أيضا لا نعلم بذلك خلافا لأنه أسقط حقه الموصى له رد قال ما بيها بعد ما مات الموصي بعد ما مات الموصي الموصى قال أنا ما بيها المال أنا ما محتاج ولا بيها المال اليوصال به ترجع الوصية للورثة عندما صاحبها رفضها فإنها ترجع إلى الورثة نعم لأنه أسقط حقه في حال تملك قبوله في حال تملك قبوله وأكله والمطالبة به فأشبه الشفيع يعطوها للشفعة بعد البيع وإذا بطلت الوصية رجع إلى الورثة كالمسائل التي قبلها نعم مسألة ولو وصى لحي وميد فللحي نصف الوصية لأنه لم يوصله إلا بالنصف بذليل ما لو كان الآخر حيا لو أوصى لاثنين واحد تصح لها الوصية هو واحد ما تصح لها الوصية كما لو أوصى لحي وميد قال قال ثلث مالي لفلان وفلان واحد منهم ميت فإن الحي يأخذ النصف فقط والنصف الثاني يرجع للورثة لأنه لم يصادف محلا فيرجع للورثة نعم لأنه لم يوصله إلا بالنصف بذليل ما لو كان الآخر حيا هذا إذا لم يعلم موته فإن عنم موته فالكل للحي هذا إذا لم يعلم إذا لم يعلم الموصي هذا إذا لم يعلم موته فإن عنم موته فالكل للحي لأنه شرك بين من يستحق ومن لا يستحق عالما بأنه لا يستحق فيدل ذلك على أنه جعل الكل لمن يستحق وهو الحي بسم الله الرحمن الرحيم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد أنه روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى بالخمص مع أنه لم يورد إلا مالا قليلا فما الجمع بينه وبين من يقول بعدم الاستحباب لأن يوصل بشيء من ماله إن كان لديه مالا قليلا ومن الذي يعلم أن أبا بكر ما لم يخلف إلا مالا قليلا أبو بكر كان تاجرا معروف في التجارة رضي الله من يوم أن كان في مكة هو معروف في التجارة لكنه كان ينفق في سبيل الله كثير النفقة في سبيل الله وإلا فهو يشتغل بالتجارة من يوم أن كان في مكة فضيلة الشيخ أفقكم الله قول إبراهيم النفعي كانوا يقولون صاحب الربع إلى آخره ألا يبتمن أنه يقصد أصحاب ابن مسعود كعلق ما هو الأسود هو يقصد السلف أصحاب ابن مسعود وغيره يقصد من أدركهم من السلف من أدرك من السلف من أصحاب ابن مسعود وغيره بيلة الشيخ أفقكم الله أكرتم حذركم الله أن الانتفاع بوذك الميتة جائز فكيف ذلك وحديث النبي عليه الصلاة والسلام في لعن اليهود عندما انتفعوا بشحن الميتة يعارض هذا الأمر لعن اليهود لأنهم جملوه وباعوه وأكلوا ثمنه أكلوا ثمنه فاللعن على بيعه وأكل ثمنه أما ليستصباح بها هذا ليس بيعاً ولا أكلاً للثمن نعم في فرق بين الحالة فضير الشيخ أفقكم الله بالنسبة لو قال بالنسبة لو أوصى لخلان بمثل نصيب أحد ورثته نعم لو أوصى لخلان بمثل نصيب أحد ورثته نعم وكان أقل الورثة نصيباً هما الزوجان أي ولو أقل ورثته نصيباً يعطى الموصى لهم ولو كان حاجز زوجين نعم فاللعن شحوم الميت أما قال أرأيت شحوم الميت فإنه يستصلق بها ويرطاجه السفن قال لا هو حرام هو حرام يعني البيع يعني البيع واكل الثمن لأنه بسر هذا بقوله لعنة الله على اليهود والمصار لما حرمت عليه شحوم الميت جملوه ثم باعوه واكلوا ثمن نعم وقال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمن نعم وضينا في الشيء فقركم الله هل يجوز بيع وشراء كلب الصيد أو كلب الحراسة البيع لا ما يجوز الوصية تصح يصح أن يصيبه لمن ينتفع به من بعده يحرص غلمه ولا يصيد به يحرص زرعه انتفاع فقط أما البيع ما يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهل ومهر البغي نعم فضيلة الشيخ فقركم الله قد باب الانتفاع باب الانتفاع أوسع من باب البيع وأكل الثمن نعم فضيلة الشيخ فقركم الله أرجو أن توردحوا لي معنى السلم السلم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن تقول هذه هذه مئة ريال خذها على أن تدفع لي وقت الحصاد مئة صاع من الضر أو وقت الجداد مئة كيلو من التمر وقت العقد ما فيه تمر ولا فيه ضر الزرع لا تزال أو ما بعد ازرعوا الناس أيضا والنخيل ما بعد اطلعت فهذا بيع معدوم يوجد بيع معدوم يوجد في المستقبل هذا ما يسمى بالسلم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن نعم وهذا جائز بإجماع المسلمين وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد الناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين فأقرهم على ذلك ولكنه شرط أن يكون بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما منع الغرر والجهالة وأجاز أصل العقد السلم السنتين أيضا السنة والسنتين نعم وصالح الناس تقتضي هذا تقتضي جواز السلم نعم فضيلة الشيخ فقط ما حكم الشرط في بطاقة في فيزا وهي بطاقة يمتلكها الشخص في البنك تحاسب بها المحلات تحاسب بها المحلات التجارية على أن يكون لك حسابه في البنك ومع ذلك يأخذ البنك مئتين ريال سنويا لهذه البطاقة هذه فيها بحث مثل في البطاقة إن كان البنك يحاسب عنك ماء المحلات ويسلم عنك القيمة وبعدين يسترد منك ما سلم عنك مع زيادة هذا ربان ربان صريح لأن هذا قرض معناه أنها قرض ويسلم عنك لأصحاب المحلات ثم استوفى منك بعد ذلك واخذ زيادة هذا ربان صريح هذا ربان صريح ويسمو ثمن البطاقة تسمية ثمن البطاقة ما يزيل عنها الزيادة الربوية وزيادة ربوية موثم البطاقة هذه زيادة على ما سلموا عنك نعم أما إن كانوا يسلمون من مالك ومن رصيدك فقط يسلمون من مالك ورصيدك ما سلموا من عندهم شيهم إنما يسلمون من مالك اللي عندهم ورصيدك اللي عندهم في حدود ما عندهم لك ويتوقف المعاملة إذا نفت الرصيد توقفوا فهذا فيه اجتباه فيه اجتباه لكن هقل من الأول لأنه معناه أنهما ما سلموا شيء من عندهم وإنما سلموا شيء من مالك أنت في حدود ما أودعت عندهم فهذا فيه اجتباه من ناحية أن المبلغ الذي جعلته عندهم استثمروه استثمروه في المدة التي بقي عندهم استثمارا ربويا وتكون أنت عاونت معهم في هذا الاستثمار ومكنتهم من استثمار هذا المال مع ما أخذوه مما يسمون ثمن البطاقة هذا أيضا لا يجوز والمسلم عليه أن يترك هذه الأمور وهذه اللفات وهذه الاحتيالات ويبيع ويشتريه بنفسه ويحاسب المحلات هو والحمد لله ما يدخل هذه المداخل التي فيها اجتباه والتوى واحتيالات نعم ربية الشيخ أفقكم الله أوصى زيد لعمر لمئة من الإبل ثم بعد وفاة الموصي ما طل البرتة في فهذه الوصية حتى مات الموصى له فهم يحقوا لورثة الموصى له أخذوا ما أنصى له به الموصي هذه تنتهي للمحكمة يروحوا للمحكمة ويثبتون الوصية ويثبتون إن الورثة ماطلوا ومنعوها يثبتون هذا وإذا أثبتوه المحكمة تنظر بهذا نحن ما نقدر نحكم في هذه المسألة مع غيبة الخصوم وغيبة المتنازعين فيها نعم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم عليكم شكرا لكم شكرا لكم للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر